النهاردة في الدوري المصري الممتاز كان فيه مباريات في منتعه الأهمية مباراة قوية مباريات كانت مش متوقع نتيجتها بالطريقة دي نهاردة تصورنا للإسماعيلي ممكن يعمل مباراة كبيرة أمام فيوتشر على أمل لابتعاد عن مناطق الخطر في الدوري بدري بدري بس الإسماعيلي النهاردة عمل مباراة جيدة جدا قدام فيوتشر ولكن المباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف ده بالنسبة للإسماعيلي السرميكروباترا فاز على حرس الحدود اتنين واحد والأهلي زي ما قلت في المقدمة فاز على اتحاد سكندري بسلسية نظيفة في مباراة هنتحدث عنها كثيرا كثيرا الأهلي النهاردة على الورق لو حرج ما شفتش المباراة هتقول النهاردة الأهلي عمل مباراة رائعة وكبيرة ومميزة بصراحة الأهلي النهاردة ما كانش سيء بس ما كانش جيد ما كانش جيد كان في الحتة اللي في النصدي اللي هو لأنت عارف تقول النهاردة القه اللي كان وحش ولا عارف تقول النهاردة القه اللي كان رائع branн لا وتلاد السفر دي دي معنا الإهلي كان رائع جدا لايه تلاتة والاتحاد ضيع ضربتائي جزاء واللاقهني ضيع فرص والاتحاد ضيع فرص والمباراة كان فيها ندية طيب دي الاهداف امن حضراتكم هدف اول لي بيرس تاو كان في ديئة اتناشر وهدف تاني كان لياسر ابراهيم في ديئة اتنين وتلاتين والهدف الاخير سجله اكرم توفي في ديئة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع افشا وهو بيراوغ وادى الكورة دي اكرم توفيه هو اسست حلو هو اسست حلو بس انا هنا هقف عند نقطة بسيطة ونجيب الكورة تاني بتاعت محمد مجد افش ونجيب الكورة بتاعت بيرس تاو لو نقدر نجيبها الكورة اللي ضيع الانفراد اللي اصيب فيه بشد في الخلفية انا هقول حاجة ما تخصش الاهلي بس عشان بس الناس مدروح مش ماس كافية وتقول لي ايه دا انت بتهاجم لعبت الاهلي وبتنتقدهم لا لا تخص كل اللعيبة اللي بتلعب في الدولة المصري من قبل بقى من قبل الانفراد نفسه ورايح افشا هالفكرة في ايه انه اللي افهمه انه اللاعب اللي بيوصل يروح انفراد انفراد لازم الكورة تبقى جول بلاش بلاش لازم دي تسعين في المية جول اكشن بياخده واضح وقوي يحطها في الديع يحطها في البعيدة يحطها في سقف الجول يحطها بأي طريقة انا ما بفهمش اللعيبة اللي بتلعها في الدولة المصري باتكلم عن المصريين والاجانب اللي موجودين في الدولة المصري لما بينفردوا بالمرمة في خضة كده بتحصل يعني الانفراد بالمرمة ده دي هي دي احسن فرصة ممكن توصل للمهاجم او اللعب المنفرد خلاص اتمنك للحارس والجول واسع فتسجل ايه الخضة بيرستاو اتخضه وتلعسم ورقص ترئيسة غريبة فجاله شد افشا هو بعد كده تصرف بيها تصرف مثالي بس اللي فهمه برضو انك بتسجل على طول ايه اللي حصل بقى ليه دي قرارت على فكرة مرتين تلاتة في المباراة دي ات الانفرادات دي والقرارت في المباراة قبل كده برضو مش الاهلي بس انا بتكلم على الكل هجماعة الانفراد ده اسيات الكورة انك تسدد بشكل جيد في المرمة الخالي تقريبا ما فيوش غير حارس مرمة فيش مدافع بيضايقك ما فيش حاجة عامل لك مشكلة افشة تعامل مع الكورة بعد كده كويس بصراحة تعامل معها تتصرف فيها تصرف فيه مهارات افشة معروفة بس سدد سجل ده بيحصل من لعبة الاتحاد لما بتنفرد ده بيحصل من لعبة الزمالك لما بتنفرد ده اللي بيحصل من لعبة الاسماعيلي من برامد اتكلمك كمان على اللاعبين المفروض لهم اكواليتي عالي جودة عالية ولعبة دولية ماهم؟ اصل انت الانفرد النهاردة بتاع برسي تاو عدى على مشجع الاهلي مش خلاص ما احنا جايبين ثلاثة اهداف طيب لو في المباراة اهي نفس الكورة اهي ليه ما تشوتش في الجولة على طول ليه؟ ليه ما عندكش الجرء او القرار انك تسدد على طول خد تتصرف برضو سليم بعد كده مفيش مشكلة بس عايز اللاعيب اللي هو الاجريسيف قدام المرمى اللاعيب اللي بيوصل عند المرمى ويسجل ويبقى عنده الثقة ان الكورة هتوصل للشبكة بالكتير توصل في القايم لو عنده سوق حظ يعني لكن ليه؟ ده على فكرة انا بقول نموذج عن مباراة النهاردة ده بيحصل في كل المباريات الدولي الكور بتبقى سهلة جدا وانت بتتفرج عن المباراة تقول ايه ده؟ ازاي ضعت والجملة الشهيرة لانا لو بلعب هاجيبها كلنا بتقول كده يعني لانا لو بلعب هاجيبها ده الجول فاضي ده الجول كبير قوي اهو هعرف هستدلزها في ايه مكان تيجي بتخضي ليه؟ بتخضي ليه وانا لعب دولي ولعب كبير منطقة يعني بالمناسبة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ايه كورة الانفراد ايه ليه؟ ليه؟ بتلف وترجع وبتدور على واحد عشان يساعدك عشان هولي يسجيلها ده ما افهم ان بيعندي انفراد عايز اسجيله انا فرصة بقى جات الانفراد هروح مسجيلها غريبة جدا يعني ماشي الكلام بقى اللي انا قلته ده قلته بالسكة دي ليه النهاردة يعني انا شفت المباراة وجميل النادي الاهلي شافوا المباراة وجميل الاتحاد شافوا المباراة